هل هناك نكرام بأن العراق قادر على الدفاع يعني هل هناك من يقول بأن العراق قادر على صد هذه الهجمات الإسرائيلية العدوانية عزيزتي إحنا عندنا رادارات أمريكية أو عندنا رادارات فرنسية وهاي الرادارات المفروض هي كلها غربية صناعة صناعة الإسرائيلية غربية وصناعة هاي الرادارات الفرنسية والأمريكية أيضا أمريكية المفروض تكشف هاي الطائرات بس احنا عدنا مشكلة بالدفاع الجوي الدفاع الجوي دائما يعتبد على أربع مراحل هي مرحلة الكشف كشف الهدف والتمييز تمييز الهدف هل هو صديق أم عدو ثم التصدي بأي سلاح تتصدى له هل تتصدى له مدفع خمسة سبعة وخمسين مليم أو تتصدى له بمنظومة صواريخية ثم التدمير ثم تدمير الهدف احنا ممكن انه عدنا الكشف او عدنا التمييز لكن التصدي والتدمير ما عدنا التصدي والتدمير ما عدنا هذا الموضوع كيف احنا رح نتعامل ويا طائرة اف خمسة وثلاثين تقفل على الهدف بعد ستين كيلو نعم هسا احنا متعاقدين على منظومة سام الكورية زين هذه مدها خمسين كيلو متر لكن عزيزتي هذيش وقت توصل ما هي هالأوردارات مو جاهزة عدة دول هاي تقدمين أوردار وإلى أن الأوزاة المالية وافق وإلى البرلماني وافق وإلى أن توصل لهنا كوي لحده احنا بعدها بالخطوات الأولية وإلى أن يصنع في البلد وإلى أن الدزين الدزين ناس مهنين يروحون يتدربون يرادلهم ستة شهر تدريب لذلك هذا الموضوع مو مثلنا احنا مثلا مثل اسرائيل لزوهم رأس منظومة ثاد ويا هميد جندي أمريكي مدرب عليها ما عندنا احنا طيب أوكي أوكي إذا هم الولايات المتحدة يريدون خلي بسرعة ينقلونا من أنجلك أو من قطر أو من العيديد خلي ينقلونا بطاريات باتريوت لأن احنا ما عندنا بس سيرام سيرام المنتعالج سيرام تعالج كاتيوشا والهاون زين خلي بسرعة خلي نقلونا هم يقدرون باسبوع واحد مثل ما نقلوها الثاد خلي نقلونا بيومين هاي مننا من قطر من قاعدة سيليا ومن قاعدة العيديد بالبحرين أو من قاعدة ظهران أو من علي سالم زين من الكويت اشتركوا في القناة